بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضرتكم وحلقة جديدة واحد من الناس عاوز أكلمكم عن واحد من الناس الجميلة اسمه أحمد البرديسي في يوم أصيب أحد زملائه بايروس كورونا ورفضت كل المطاعم المجورة ليه أنها تقدم له الطعام المشهد ده خلال برديسي يفكر في مبادرته العظيمة اللي بيقدم فيها وجبات صحية مجانية لمرضى الكورونا وسمى المبادرة مطبخ كورونا المجاني مبادرة جات في وقتها وفي عز احتياج مرضى الكورونا لها مبادرة فيها تكافل رائع وإحساس بالرحمة والإنسانية تعالوا نقول ببرديسي ألف شكرا فكرة مبادرة كورونا جات لي في شهر خمسة السنة اللي فاتت كان لي يا صديق يعزي عليك الكاتب على الفيسبوك أنه طلب أكل من المطعم والمطعم رفض يودينه عشان خايف على الناس اللي عنده على الدريفر اللي عنده فلع عملت الوجبات وقدتها له قال لي يا ريت زي ما عملتي معي نعمل الموضوع ده العميما عشان تلاقي ناس كتير مصابة ومش عارفة برض تاكل إزاي وخصصا أن المصاب يبقى صعب أنه يعمل أكل فهنا كتبت عندي على الفيسبوك أننا نعمل مطبخ كورونا لحيث اللي هو مطبخ يعمل أكل في نفس سوق المصابين كورونا فمنها جات لي الفكرة أنه نسميه مطبخ كورونا وهو مجاني فخليته مطبخ كورونا المجاني والمصابين بقيت واصلوا معنا برضو عن طريقنا الفيسبوك أو عن طريق التليفون بتاعي يبعت لنا البيانات بتاعتهم شرط أساسي أننا نبعت الواجبات للمصاب أنه يتوصل معنا سواء على الواتس أو على التليفون يبعت لنا سرورة المسحة أو يبعت لنا سرورة من الأشياء تثبت لسبب بتاعته بنعرف في المصاب كم فرد في الأسرة أو كم فرد مصاب بنبعت لكل فرد واجبتين وحدة غدا وحدة عشا بتبقى الواجبة متكاملة غزائية والصحية في نفس الوقت بدأنا واحدة وحدة نستعرفنا بنا نوصل 100 واجبة 150 واجبة وفي اليوم باقي كده بدأنا نتوصل في محافظات تانية وكل محافظة بنروح بناس سعيدنا وطاقف معنا احنا هنا يعني موجر يسلم كلهم أن مريد كورونا دوت مش شخص مؤذي أو مش حاجة عيب أو حاجة حرامة أنه يتصاب عادي الانصابة ديت ممكن تيجي لك وتيجي لأخوك وتيجي لأهلك ممكن تيجي لأي حد فأنت عملهم باحترام وعملهم كويس وسعيدهم قدر لإن كان عشان لو قدر الله حصل لك حاجة تلاقي الناس تي برضو بتساعدك جات لنا رسالة من السيدة من أحسين من حلوة يعني بتقول عندي ثلاثة وتلاتين سنة متجوزة عندها ثلاثة أولاد في مرحم تعليم مختلفة بتحكي منها أنها بتعاني من تأكل في الأسنان في الفك العلوي السفلي بالإضافة إلى نزيف مستمر في اللاسة ودعم لها صداع مستمر مش بيخليها تقدر تخدم جزها وأولادها ويعني جزها يمكن زي ما حكت في الرسالة على قد حال وظروفه صعبة جدا عموما الحمد لله برنامج يعني حول الحالة بتاعت منها للدكتورة حنان حسن عبد العظيم الجراحة في مجال الفم والأسنان وقامت بعلاجها والحمد لله دلوقتي أمورها بقت أفضل كتير تعالوا نتطمن عليها لوصلت مع برنامج واحد من الناس عشان أعمل أسناني لأن أنا عندي تآكل وتصوص في الأسنان عمليها نزيف وروحت لدكترة كتير وتكلفة السنان عالية جدا وأنا يعني جزي يشغلي يعني يوميات كده أرزقي على بابا الله ومعايش التكلفة ديت إن أنا أعملها وتواصلت مع برنامج واحد من الناس علشان وصلني النهاردة لدكتورة حنان وهي هتعمل أسناني النهاردة إن شاء الله وهكون مفسوطة طبعا بالنتيجة إن شاء الله لأن أنا فعلا تعبنة جدا من أسناني ولا عارف أكل ولا أشرب ولا أي حاجة خالص وإن شاء الله ربنا يكرمهم على اللهم وعملوا معا وردتنا حالة منا حسين من برنامج واحد من الناس منا بتعاني مشاكل في الليسة عندها نزيف لسوي وعندها في مشكلة في الفاكر وده بيتطلب طبعا كزا جلسة عشان نقدر نعالج المشكلة دي وعندها كسور في الدروس الخلفية وقاطع هنبدأ النهاردة أول جلسة مع منا وهنبضل معاها لحد ما نوصلها لنتيجة مرضية جدا لها وتكون مبسوطة جدا وتعالج كل مشاكل عندها التعاون مع جامعية الهناء دي إن إحنا نعمل اتنين بير مية لقرية السعودية بالعياط وصلنا المية الحمد لله لتلاتين بيت في قرية متاتيا وإحنا مستمرين في تنفيذ محفر الأبار وأيضا توصيل المياه بالمجان للأماكن اللي محتاجة نشوف التقرير نشكر برنامج واحد من الناس جامعية الهناء أنكم وفرتون لنا المية لأن إحنا كنا فعلا ما عندناش مية وعايشين من غير مية والله كنا لما بنجي نملة مية بنملة من مكان بعيد بنمشي مسافة بعيدة عشان نقدر نجيب مية كنا ممكن نطلع على البحر نملة من تربط من الصلحة المية من الصلحة فبنشكركم ربنا جازوكم خير ما نقدرش نقول لكم إحنا كنا تعبانين قد إيه في المية كنا حوالي بنملة على بعد كيلو من هنا لكنا بنعرف نشرب ولا نطبخ ولا غسيل ولا أي حاجة فالحمد لله فعلا بنشكر القلوب الرحيمة اللي قدروا وصلونا المية لحد هنا بجد كنا بنملة من البحر وبروح نخطر من البحر يكفوكم شر المرض وجازكم كل وكل خير ويكفوكم شر المرض والحمد لله المية المتوفرة عندنا وشغالة 24 ساعة والحمد لله بنشكر برنامج واحد من الناس على المجهود وكل الناس اللي هي وفرت لنا المية اللي سعوا مع برنامج واحد من الناس وربنا يجعله كده في ميزان حسنتهم إن شاء الله تم عدد حفر ثلاث أبار للمنازل المحرومة من المياه وتم عدد حوالي من 20 إلى 30 وصلة مياه بقرية المتانية وقرية السعودية بالعياد فطبعا الحمد لله وفضل الله سبحانه وتعالى ومجهودات جمعية الهنى وبرنامج واحد من الناس والسادة المتبرعين قدروا يفر لهم المية ونشكر كل من ساهم معانا اشتركوا في القناة والشهامة والجدعانة مركبة مسجلة عند المصريين الشهامة والجدعانة مش مجرد سلوك عفوية لكن أسلوب حياة وطريقة تعامل وثقافة متوارسة من أجيال لأجيال النهاردة فاحما من الناس معايا نموذج رائع للشهامة والجدعانة معايا إنسان ما فكرش في نفسه ولا في أولاده قدام خطر الموت إنسان وجه الموت وجها لوجه في أصعب موقف ممكن حد يتخيله كل اللي فكر فيه حاجة واحدة بس إزاي ينقذ أهل قريته من اشتعال سيارة مليانة بالبنزين وحواليها كل الناس بتصرخ وتجري من الخوف والهلعة رمضان عملية رمضان ركب العربية ورغم إنه ما بيعرفش سوء قدر ينقذ أهل القرية بعجوبة في لحظة شجاعة تستحق إننا نحيي عليها ونقول له ألف شكر كطر خيرك أهلا بيك رمضان فاحب الناس أهلا بيك والحقيقة أنا فخور بيك وسعيد بيك جدا أهلا بيك وفي اللي انت عملته انت منين يا رمضان؟ قدر بروض صفت الحرية عندك كم سنة؟ 34 متجاوز؟ أه عندك عرود قد إيه؟ عند ثلاث أولاد وأخوه متوفي وسايب لثلاث أولاد برضو عندك ثلاث أولاد وأخوك متوفي وسايب لك ثلاث أولاد الحمد لله احكي لي اللي حصل اللي حصل اللي كنت مراه من الشغل تعشيت وقعت في البيت اللي لقيت العالم بتجري في حريقة حريقة طلعت أجري مع اللي بيجري طبعا اللي يشوف حريقة ويقعد محرم عليها عياله طلعت أجري مع العالم لقيت المحطة دي مولعة والدنيا بايزة ومحدش هادر يخش على الموقف أحدنا نطفو فيها لقد ما قدرنا مش جادرين عليها العربية فريحنا ولعة محدش راضي يقرب لها فالعربية دي لو تانت زي ما كده هتنفجر عربية دي بي عربية ايه عربية جنبه محملة فنتاص فطبعا ما عملتش حي غري ان انا شاهدت على نفسي وقلت ايه العربية دي لو تانت في المكان ده هتشيل الكل قلت حاول ان انا اركبها وايه واختها استبعتها عن المكان اللي هو في كدلة سكنية دوت اطلع من الأرض الزراعية كده ركبت العربية كله ما تركبش ما تركبش هتموت هتموت انا شاهدت واتكلت على الله وجيت راكب العربية دي بتاع تسوق؟ لا ما بتعرفت تسوق؟ فكرة بس على السوق وبعدين؟ راكبت العربية وخدتها وطلعت مشيت بتاع خمس ومائة متر نزلت يا من الأرض الزراعية كده وفي طرعة هناك وجيت راعة على التراعة وزرميها فيها المهمة جيت ميقب للصجر مرضاتش تهيه بتنزل يبا ما نزلت وبعد ما لجحت نفسي لجيتها ما نزلتش تراجعتها للعربية ركبتها وعطتها مرشلة علشان ان هي ترجع مش رادية ترجع كانت طبعا واقفة في الوطن من قدام وورا فاضي مرضاتش ترجع المهمة جمع القرية برضو جو العالم شايلين العربة هتنفجر انت بتعمل ايه؟ وجوهم شايلين ويه وجوهم راجعين بيه وورا كانت جاة طبعا الرجال اللي عاملوا وبتاعوا والعالم بتوع المطاف برضو مشكورين ونزروا علينا بالطفات حاولوا ان هم ربنا قدروا مساطروا عليهم وجو المطافين قلتف يا رب قلتف يا رب يا جماعة بصفت الحرية الحاجون يا عالم يا عالم ولا عروح راح الصوت دوره هي ولا راح انزل بقى في جلب البحر حاريجة ما توصفتش 36 موسيقى نحن مهار موسيقى يا عين موسيقى يا عين موسيقى يا سيلا خطأ يا من السيلا سيلا ستايلة موسيقى ان انا اعمل خير مفكرتش مثلا في امراتك وردك التلاتة اللي انت سيبهم كان كل لحظة قدامي بس زي ما قلت لك انا دكتور يعني لو استنيت برضا دكتور من كده كنت ام احنا كلنا هنروح انت جات لك اي اصابات او اي حروب الحمد لله انت مشتب العربية ايه تقريب حوالي خمسمائة متر خمسمائة متر في عربية مولعة وفي الشكل اللي انت بتحكي ده وفي الظروف اللي انا قاريت عنها الحقيقة اكنهم خمسة كيلو وهو ستر من ربنا وفضل من الله علي طب ايه لي فكرت فيه دسائر عربية والله انا يعني انت خلص تقريبا ممكن في اللحظة انفجر خلاص كله شيء خلص اه والله فكرت في ايه انا بصراحة ما كنت الشايف جار ان انا حتى احتسب شهيد وحبطت ربنا برضك ان انا هشيل كافة ازعل البلد بحالها طب مراتك لما عارفت انك انت خدت العربية وتلعت بيها عملت ايه مكانش اجلين صوات ووعيات مش هي بس بصراحة هي وناس كتير من البلد كانوا زعلانين بس العالم الطيبة كلها كانت بتدعيلي بعد بقى مرجعت البيت بقى الولاد قالوا لك ايه انت بقى يعني انت بتلجح نفسك في قلت لهم لربنا اللي عمل كده انا ما عملتش حاجة ده فضل من ربنا عليك الحقيقة ما انت يعني وضحت لي دلوقتي جزء انساني مهم جدا في حياتك الناس لازم تخلي بالها منه انك انت بتربي ولاد اخوك مع الحادثة اللي تعرض لها كان ايه الحادث اللي تعرض له كان حادثة عربية و وهو كان راكب متسكل وكان فعل جدا وطوفة وطوفة الله ارحمه سامح طب انت بتصرف زي على ولادك ولاد اخوك مع بعض رمضان انت دخل ايه دخل ايه؟ انا والله جاب حد ترسيك لك دوت ووراها جيبش هاد خضارة بيحهم وربنا نقدرها الحمد لله يعني على قد الحمد لله الحمد لله طب بتكافي ولادك ولاد اخوك ازاي؟ والله ربك التسعيل من الله دكتور الحمد لله الحمد لله فضل من ربنا قولي بقى بعد المشهد الصعب اللي انت عيشته دوت وانك انت عنقصت القرية كلها من حريكة ممكن يخلي الاهالي كلهم يعني في ازمة كبيرة عايز تقولي النقاردة عاوز اقولي ان ربنا فكاء الناس احب البنزيمة وباشكر الدكتور عمر وباشكر اي حد جعت وسامعني انا اللي باشكرك انت النهاردة الحقيقة يعني اديت لك كلنا درس جميل في الشهامة الحمد لله والمروقة انك انت تضحي بحياتك عشان تنقص قرية وتركب عربية وانت مبتعرفش تسوق عشان تاخد عربية عليها تنقي بنزيم مولع وانت عارف ان نهايتك هتكون بعد ثواني الحمد لله فتستحق كل تقدير واحترام ويعني وشكر على اللي انت عملته واحنا في واحد من الناس جايبينك النهاردة عشان كمان نكرمك ونيديك درع ببرنامج ندرع ببرنامج لناس جدعان اللي زيك اللي بيعملوا الخير لدرع ببرنامج انا باهتيولك باشكر حضر الله باشكر حضر الله باشد علي قيلك وده وفكرش ايه اللي ممكن احسن ربنا احسن شكرك يا دكتور عام نورتني وشرفتني شرف ليه اتو واحد من الناس المحترمين الله يباركك اهلا بحضراتكم واحد من الناس من الاعمال الدرامية اللي حازت اجاب جمهور والنقاد على شاشة قناة الحياة وسلسل وراء كل باب اللي بيقدم مجموعة حكايات وكل حكاية في خمس حلقات فقط من الحكايات دي هنلتقي النهاردة بنجوم عائلة جيجي هي الحكاية اللي بتسلط الضوء على هواس الترند اللي بقى موضة ونوع من الجنون خصوصا عند الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي هواس على حساب اي قيمة واي صورة واي خصوصية معي النهاردة من نجوم عائلة جيجي الفنانة الكبيرة ليلة عز العرب شرفاني نهارة جدا وسعيد بوجودك شكرا دكتور احنا اللي تشرفنا بيك ومبسوطين ان احنا عرضنا على قناة الحياة وموجودين دلوقتي احنا اتنورنا بيكو في الحياة وايضا الفنانة الجميلة العائدة بعد الاعتزال الطويل ندين نورتينا وانا سعيد اني بشوفك جدا مرسي انا اصحاب والفنان الشاب معتز حسام اهلا بيكو معتز اهلا بيكو معتز اولا مهنيكو العمل عمل جميل والحقيقة اجمل حاجة في اقاعه السريع انه خمس علاقات والاجمل انه جريء يعني مدام ليلة قدمتي دور الجدة الحقيقة ببراع شديدة جدا طبعا والجدة اللي بتكتمع حواليها الاسرة كلها واللي بتعتبر دايما هي السماء والامان مش دي اصولنا يا دكتور عمر ايه اللي شدك في الشخصية تيت اصيلة اسمع المسمى تمثل ما كنا عليها واللي كان احلى من حاجات كتيرة قبل كتير من الزوار دخلت علينا فشخصيتي تأصيلة شخصية جميلة شخصية المعلم لان هي كانت نظرة مدرسة كمان وكانت متجوزة يونس حبها الالاقة اللي بينها وبين زوجها يونس الله يرحمه وتعلقها بحافظة عشان اسمه يونس الجدة المصرية العادية اللي هي بتاخد الاحفاد وتربيب وشان الاب والام كانوا مسافرين وكده يعني اللي اي مدى فيه تقارب بين شخصية اصيلة وبين شخصية حضرتك هي جزء اصدار الاوامر وثانيا ان انا اصيلة عمقت حاجة اصيلة حابت تخش دنيتهم تشوف بيعملوا ايه وبيتفرجوا على ايه انا فيه الدق ده يعني احب اتكلم مع الصغيرين واتكلم مع الشباب وارف تفكيرهم ايه ونعد نتناقش وكده فاصيلة فيها تتميني كتير هل عندك في البيت بتعاني من هوس الترند وجنون التواصل اه احفادي احفادي اعمارو ما اديه الحقيقيين بقى اه حداشر تسعة سبعة حضرتك لسه انا اماميته في النهار ده بنتكلم على ان بقت صعب بالنسبة لها انها تبعد عنهم الجادجتز الاتاب والموبايل وكده طول النهار يا مدرسة يا مبحلاقين في الاجاتز فكنا بنشوف نعمل مؤامرة ايه عشان نبعدهم طب انت يا حلقة كيف التواصل الاجتماعي مش غاوية خالص يعني انا اه نظرا لان هي جزء من عملنا كفنانين لازم يبقى عندك تواجد على السوشيال ميديا فبتسيلة انا بعملها انما لو لو حضرتك هتلاقيني انشط حاجة بالنسبة لي انا كليلة عز العرب بعيد عن الممثلة هتلاقيني على تويتر اه الحاجات ده كلها اقتصاد حاجات كوميكس كل حاجة يعني تويتر بالنسبة لي هو اقرب شيء اقدر انا كليلة اتعامل معا الشخصية جي جي اللي عملتها اللي بتشجع ولادها على استخدام السوشيال ميديا بطريقة غير معقولة الحقيقة هل فيها يعني في بينها وبين شخصيتك اي تشابه؟ لا كذابة بس انا كذابة انا بكره السوشيال ميديا انا بكره التليفون اساسا ده شخصه يعني التليفون ده اكثر حاجة متطوحة في البيت ودايما عندي مقولة بقولها تجاه التليفون تحديدا هو تعمل عشان انا لما عوز الاقي الناس مش عشان الناس تاوس تلاقيني فما بالك بقى السوشيال ميديا اللي هي قمة التدخل في حياتك الشخصية يعني انا حتى على السوشيال ميديا مش حتى سورتي انا ما عنديش اوفيش الاكاونت انا في واحدة صاحبتي اشفقت قلت لأ انا هعملك انا اوفيش في الاكاونت قلت لأ وشوفيه بقى وما نتجيه وعيش حياتك لان انا I'm not interested انا بشوف السوشيال ميديا فيما يخص الفن بيقلب بسلعة وده بيبوز المزيج فمش مطلوب ومش مزبوط فيما يخص بقى الحياة الاجتماعية انا شايفة انه سقطت الاقنعة وحاشة الناس بانت وانا كنت افضل ما شوفهاش طيب ولادك على خطم بسوشيال ميديا والله يبص هو الشباشي بشغالة في البيت الله ينور شباشي سيب التليفون سيب التاب سيب المعرفش ايه انا بكرهو في نفس الوقت مش قادرة منحهم تماما عشان ما يكونوش بالنسبة لاصدقائهم ورا متخلفين عن رتم العصر فانا مضطرة ان اسيبهم بلمت لكن بتخانق كتير يعني متحبش تكوني تريند على السوشيال ميديا بكرهو لا بترند لي انا بترند في بيتي يا عيدي يا بترند في الشارع بترند وانا قاعدة معاكم معتز قدمت دور زوج الفنانة شاب هند عبدالحليم مزبوط حسن واللي كان معترض على عدم اهتمام مراته بمشاركته في تفاصيل حياته اليومية عشان هي مشغولة جدا بالسوشيال ميديا عملت ايه في الدور ده وتعاملت معه ازاي طبعا في البروفات الاول واحنا بنحضر لشخصية حسن حسن ده شاب كان من عائلة متوسطة شوية بزاي عائلة جي جي فكان العائلة نفسها رفضة حسن في الاول اللولة طبعا تدخل تيتا اصيلة هي مؤسرة في كلماتها انا عايز اقولك هي قاعدة شخصية فهي اللي ساعدت ان الجوازة تم من مريم وحسن فحسن زوج عايز مراته تبقى مهتمية ببيت وبحياته هم يخرجوا مع بعض يبقوا متواجدين هي مريم سايبة البيت وقاعدة عند مامتها ومهتمية بالترندات وحسن راجل عملي بيحضر الماجستير بتاعه وعي سفر برا ومهتم بشغله وها مش موجودة فحسن البيت بيتهد وان هو يعني البيت بتفك خلاص مش موجودة هي سايبة بيت جوزها وقاعدة عند مامتها واخوتها بالموبايل للنهور وكل ما يروح لها البيت لها قاعدة بتعمل ترند بتتكلم على مثلا بروديكت او بتعمل حاجة فهو برضو ضحب شغله وضحب مستقبله لما حسن هي راحها في خطر يعني هو ضحب رسالة الماجستير وقاعد معه وفي الاخر هو انقذها فعلا انت على المستوى الشخصي مهتم بالسوشيل ميديا؟ مش قوي يعني بحكم شغل تحبت ناس تعرف اخبارك وانستجرام بقى بحكم الشغل كل حاجات الاعمال بنزلها بتكلم في حاجة مثلا مفيدة شوية رياضة اقراها لكن مش حتة تبقى ترند والحاجات ده وفكرة التيك توك انا كمعتز يعني لأ انا رفض الفكرة دي بالنسبة لي ما اش بحبها مدام ليلة بتحليلي ازاي حالة الهوس اللي موجودة النهار ده لعملتها وسائل التواصل الاجتماعي وازاي اثرت على حياتنا بشكل السلبي ده انا اقول لك انا بسميها الوسائل التواصل دي بسميها المسيح الدجال لان حقيقتها مش حقيقة هو على مفترض فهو ده اثر يعني الاسرة اساسا ما بقتش زي اسرنا زمان يعني فيش ابو وام دلوقتي بيبقى عندهم صغيرين عندهم الوقت الكافي يقعدوا مع اولادهم يخرجوا مع بعض يبقى فيه كوميونيكيشن بينهم من بعض الام دلوقتي لو قاعدة في البيت ما بتشتغل يبقى مشغولة في شغل البيت يبتكلم مع اهلها في التليفون يبقى مش عارفة ايه فرمية للاطفال خد الموبايل الاول كان قبل كده على فكرة كان التلفزيون يعني تفتح التلفزيون على الكارتون وحط كده اه بس الكارتون كان نص ساعة في اليوم ايوة يعني اقصد النقطة زادت صحيح صحيح يعني هي الفكرة كده انا حتى لو رحت النادي ومعي اولادي الصغيرين هذا اتكلم مع صحابي وحاسبهم هما برضو بالموبايل مامي هاتي الموبايل بتاعك او هاتي التاب والاب مشغول بانه يوفر مستوى اقتصادي اعلى من امكانياته لأولاده بحجة انه هيعلمهم كويس وبينسوا يربوا بقى فاده النتيجة ندين فيه فناخ كتيرة وبيخافوا انه يلعبوا دور الام موضوع من السهل يعني لا انا جريئة جد انت طلعت ام الاسلام جمال وهند عبد الحليم يعني مخطيش من الدور لا بص هو القصة دي كانت متحكة على بعضها انا ما اتعرض علي الدور انا ما اتعرض علي الدور اتقلل قاتي فيه مشكلتين وهما بيعرضوا علي لو انت وفقتي عم مشكلتين دول احنا مع بعض بتقولهم لا اصارتوا فضولي ايه المشكلتين قالولي المشكلة الاولانية ان عندك ثلاث اولاد بتقولهم انا فعليا عندي ثلاث اولاد وميلوا يا بيس قالولي لا هم مش ايه ثلاث اولاد انت عندك حداشر واتحالوا واربعة وعشرين بدأت اشعار اربعين وثمانية وعشرين افند قالولي ايه رأيك سرحت شوية انا عندي واحدة صاحبتي عندها فعلا ابن كبير وينوت انا انش عوقت بشرط هتطلعوني على شكلي والي جابيني تكبروني اصلوا على الكبار مليانين السوق قالولي ازاي ما انت انت مطلوبة بالاسم تقولهم خلاص ام اين اذا انتوا شايفيني اين ام اين انت شعوقت انا اعيال من الناس كلها اساسا ايدو يا ايدون كا قالولي طب مشكلة التانية بقى ان التصوير كمان تمانية واربعين ساعة تقولهم لا انا اطلع في دور الجدة وتدوني وسبوع انا عايزة احضر طب أكثر عجل شديدك تنظر إيه بقى لا استنى أنا لسه هتكملك من فيه هنا مفارقة صخيفة جدا خلاص على حد علمي أنه الانتاج طالبني وهو أستاذة منال برضو هي الطلباني بالقسم خلاص فيحدث أنه أرجع من الساحل عقاهرة يلا يوم الثلاث قعدة طرابيزة يوم الأربع تصوير دي قصة دلت 48 ساعة إياهم المهم فدخلت دخلت هاي برونزاج بقى والشعر فريزية ولبسة ودخلة أعود عشان نشوفها نتائها إيه فهجرت عادي قعدت دخلت الأستاذة منال ليه تعامنا أنا قد قلت وكنا زدو سيلي ببارق ليه دخلت ستايلس نبصولي أنا النظرة الغريبة دي وهاني عود يلا هنبدأ إراية بدأنا إراية فأقول ما قعدت مع ستايلس قلتي أول حاجة أول حاجة مولف الساعة دي كده قلت لي بصراحة أنا ما شفتك تخضيبت قلت ليه بس كده حضرتك قالت لي أنا مش عارفة أنت زي هتطلعي أمهم قلت ليه بصي عادي جدا احنا هنسد مناخرنا والنقط قالت لي آه مشكلة بقى هنتفكر بقى في اللبس اللي تكبرك قلت ليه لا 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 أنا ألبس بروح تهد بس لبسي تكبرونيش أو هاتو كبار عادي حقوكو احنا فيها لسا عدوكو كم ساعة لتصويرات وعي حد تاني في دخلت أستاذة منال قالت لي أنت كنت بتقول لها إيه بتقولي أنها تخضت من شكلي قلت لأ ده حندتك لطلباني قلت لي أنا مكنتش متخلن شكلي كده قلت لها فأنا كنديم أنا جاهزة عنديش إيشوز إن شاء الله تكون متجوازة من عندي خمس سنين أنا جاهزة قالت لي أنا مصبتي مش في شكلك أنا مصبتي في اللي جواكي أنت اللي طالع منك صغير سينك من برة ممكن نلعب فيه هو من جوه ده أخبيه إزاي بس أنا مبسوطة ومتفألة خير قلت لها اتكالنا على الله طبعا هو بحكم الشخ طبعا أنت فيه سكريبت فيه سكريبت كله بقى ماما 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 وطنطو حماسيو قلت لها طنط طبعا ما قدروش هم أوتوماتيك لي غيرها خالص طبعا أوتوماتيك لي وبدون اتفاق كله بندهني يا جي جي لأنني مش هاين عليهم يقولوني يا ماما فجأت كده بس في الواقع الحقيقة فيه ناس كتير جدا يعني كنت لسا معايا قريب نيلي كريم نيلي لما كانت قاعدة معايا هنا فجأتني بصور وولادها الحقيقة لما شفتهم قلت لها مش ممكن يكون أولادك يعني فهي يعني مش بعيد يعني ايو ومان كواليس العمل بقى الهارموني أنا حاستن فيه هارموني قوي الحقيقة في المسلسل احكيلي الكواليس بقى احنا عركة ستزعمل كلنا كنا حاسين احنا فعلا أسرة واحدة احنا عائلة جي جي بالضبط اه يعني كلنا مع بعض وعايزة اقولك نزلنا قوي ان خلاص يوم تصوير كان مدة التصوير كانوا 8 ايام او 9 ايام صحيح 8 ورا بعد تخت كل يوم كل يوم فاحنا فعلا كنا حاسين احنا أسرة عدام ليلة بقى انت اولادك قد ايه انا ابني 47 وبنتي 44 ما شاء الله هل ربتي اولادك زي احفادك لا الفرق يعني ربيت اولادي يمكن بحرية اشد من لنا على استعدادة ديها لأحفادك دلوقتي شن دنيتهم كت مختلفة يعني يعني اولادي علمتهم امهم صغيرين القدرة على الاختيار وان اللي بيشيل عربة معطوقة هتتخر على طماغ وقسات بس انا حبق بضهرك هغطي على الخروم دي انا ما مع احفادي في افعل ولا تفعل في تحمل مسئولية اكتر يمكن كتير ما عرفوش ان حضرتك اساسا بانكير قديمة وكنت مديرة لمجموعة كبيرة من اشهر البنوك في مصر ويمكن داللي بيخليني دايما اسألك الى اي مدى استفدت من تجربتك الشخصية كمديرة بنك او بتشتغل في العمل المصرفي في ادائك في شخصياتك الجميلة اللي انتي بتمتعين بها في الدراما التليفزيونية والسينماية والله العظيم يا دكتور انا عمري ما ربطت بين الاتنين عارف زي ما تكون دي كتبني ادم ودي بني ادم تاني يعني تحاولت ازاي التويست دا حصل ازاي في حياتك عمليا بمخاطرة محسوبة كنت ابتديت اذهب يعني بقلي وقت طويل اوي شغالة في الموضوع وانا اغلب خبرتي كتأتماني فهو بقى اللي بتنام فيه بتصبح فيه وانا ما اقدرش عالكين وانا زيها ما اقدرش عاد من غير شغل وبعدين كنت ابتديت طب هعد في البيت لا دا انا انتحر لا ما ينفعش وححول حياتي وحيات كل اللي حوالي جحين طب انا كانش اعمل زمانه ما عملتوش كانش اعملت حاجات بعد ما اتخرجت امثل او اروح اخد كرس تصميم ازياء او ادرس وكلهم اتمنعت منهم مين منعك السيد الوالد الله ارحمه يعني الفن دا ازا نو ولا الميديا يعني هو كان ممكن الشهر بتلفزيون لا ازياء طيب لا ولقيتني متعينة في بنك اوكي كده بالصحة ولما ابتديت ازياء على سفر ما كاش لسه في مدارس بتعلم تفصيل وتصميم الدياء وكده هنا في مصر فقلت اروح باريس اتعلم ان شاء الله ان شاء الله برضو لقيتني متعينة خلاص فراح اذا التدريس بقى كان خلاص يعني بنك ما ينفعش تشتغل جنبه حاجة تانية قلت قلت طيب ادي ثلاث حاجات انا هجربهم اللي ما تنفعش هنقل علي بعدها فبالصدفة التمثيل كان اول نمرة واحد فقلت طيب اعمل ايه رحت خد كورس بقى اعملت صور فوتوغرافية كده فيه ستوديو معين في شارع شبرة معروف جدا ده بقى كل الناس بتروح تتصور عنده لما تلف على مكاتب الرجيسر عارف عارف اه عارف او حرف كيف ايو برافو رحت له بقى دلوني عليه زميلي في الكورس ورحت مكاتب الرجيسر ودتهم الصور وانا مش صار في البنك اول وقفة كاميرا كانت في معالي الوزير كون بارس الصامت كنت فخورة جدا تكمشد ايه حضرتك الوزارة استعراض الوزارة او اه في الاول خالص ايوة ايوة لما استاذ عمر حرير اللي ارحمه ايوة ايوة اتخض ايوة 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 ده ده كان اول وقفة كاميرا ايوة بقيت قلت طيب بس وقفة رجيسر رجيسر فرحانين بيا يعني ف يجبولي بقى اقول كلمة يعني بدأت يكون برس صامت اه حضرتك انا انا احب ابدأ كل حاجة من هنا اه ما انفعش انا بحبش النازلة من فوق دي اه دي ملهاش جدر فسعيدة طبعا ان انا وقفت قدام احمد زكي الله يرحمه املاق سعيدة ان اول مخرج اشتغلت مع الدكتور سامير سيف الله يرحمه رجل عظيم واستاذ عظيم وبعدين بقى ابتدت تبقى مشهد مشهدين شرف ايه طبعا هجي طوربي تقريبا قامت علي عائليا يعني اعمل ايه طبعا يعني واحدة في منصيبي وتطلع كنفرس دقيقية يعني الاستيعاب ما كانش معيني في ناس كتير الله يرحمه دكتور سامير المول كان ازمق عصاب وكان غوي تمسيل وكان في وكيل وزارة الكهرباء وكان غوي تمسيل رافض الله يرحمه كان وكيل وزارة اسكن غير اعتبرت ان ده لازم اجرب نفسي مايفرض انا عندي تهيئات ان انا واحدة شطرة وهارف امسي امتى بقى اللحظة اللي انتي حسيت او قلتي بس جات الفرصة لما تعرض علي الف مبروك الف مبروك وده بعد توقف تام بعد مرحلة التجارب توقفت يعني بفادي الثورة العائلية ولادي كانوا رفضين لا وجوزي يعني جوزي هو اللي كان رفع راجة العصيان تماما في تهديد او تلويح باي حاجة في حالة الاستمرار طبعا عملتي ايه لا انا اخترت عادي اخترت تماما ايه لان الى ان بعد ربنا اكرمني عشان انا زوجة متيعة واسمع كلام جوزي واسمع كلام جوزي وحال هو كيوت جالي بعديها بسبع سينين الف مبوك بسبب مشهد عملته في مسلسل اصدقاء مع الحاج اسماعيل عبد الحافظ الله يا حبي رأيوه بقى في البيت لما شافوك في الفيلم بقى جوزي بقى العائلة كل دفع عني فهو تقبل الاول على مضد بس دلوقتي احنا بيس الحمد انا سائد جدا بيك بقولك الف مبروك على كل النجاحات ومبروك على المسلسل الجميل ده اللي جاي ايه عند حضرتك ان شاء الله باذن الله بديت تصوير في فيلم صاحب اللقب بطولة كتابة وبطولة هشام ماجد ودينا الشربيني واخراج هشام فاتعي وان شاء الله في مسلسل كمان قريب باذن الله ايه بقى اللي جاي يا بسداد جيجي بعد النجاح اللي عملتي لا رجائتي حطتي جول اهو شفتي بقى ازاي اعربتي غبتي عن الملاعب ونزلتي حطتي جول هتعملي ايه بقى انا دايما وقفة على اللي هيتقدملي دي المشكلة فدايما مستني حاجة تخطفني وعمر ما كان بيفرق معايا الكم يعني انا ممكن اقبل اكون يعني انا لسه كنت طالع من خلي بالك من زيزي في ضيفة شرف بس قالوا لي ليه ترملا الدور شايفة كويس شايفة يشبهني شايفة اللي هو معنا معملوش ليه فانا عندي يعني يمكن ماكنش بفكر بالطريقة اللي كل ناس بتفكر بيها او بستراتيجي معينة بس اللي انا وثقة منه ان انا لازم عمل حاجة مقتنع بيها وبتناسبني وحس انها لايقالي واننا لو مشانا اللي عملتها مش هتطلع هي هاي لكن مبدأ الكراسي الموسيقية ده بحبوش بس وانا الحد دلوقتي ما فيش حاجة في الساحة ما تعرضش علي حاجة جديدة بس هون مستنينا طمين حاجي لك شو انا ان شاء الله اللي جاي عندك ايه بعد المسلسل الجميل وانت ليك اعمال كتير يا ما شاء الله يعني صحيح وجه جميل جديد لكن ما شاء الله متألق بصحيك يا دكتور انا من بعد الاختيار اتنين بقيت بختار الادوار اللي ليها قيمة مش انتشار وخلاص انا بها نيك اللي اخترت ربنا خليك دكتور انا طبعا كان ده تاني عمل ليا مع استاذة منهال الصيفي بعد مسلسل جمال الحريب وكان ترشيح استاذة منهال في المسلسل بتاع ورا كل باب حكاية عائلات جيجي فانا اللي معروض دلوقتي علي برضو المسلسلات بتاعت انا بيهنيكو على انا بقولوا يا عزابت على فكرة لا هو جميل جدا والحقيقة كل يعني شفت مجموعة رجوه الجديدة اللي موجودة كلها في المسلسل كلها جميلة لا رائعة اه رائعة انا انا كالنيفتي تبقى معانا البنوتة الصغيرة اللي هي جاسيكا اللي قمت بدور شهد البنت دي انا اتنبق لها مصاب وخطير ما شاء الله عليك مبروك يا مادم ليلة مبروك يا نبي مبروك ونورتونا في الحياة اسعدتونا جدا بالمسلسل الجميل شكرا كم معاكم اسرة مسلسل عائلة الجي جي اللي امتعنا في قناة الحياة في واحد من الناس حلقتنا النهاردة خلصت قبل ما اسبكم عاوز افكركم بحاجة مهمة جدا لازم تعملوها الحاجة دي مش هتكلفه كتير ومش هتاخد من وقتكم كتير اقعد تنسوا تقولوا لبعض كلمة حلوة قولوا كلمة حلوة للناس اللي حواليكم طبطبوا على مشاعرهم امسحوا دموحهم واجبروا بخطرهم خلي كل اللي يقرب منكم يقول عليكم انكم نعمة في حياته ولا هلمكم الكلمة الحلوة مش بتتنسي مهما طال الزمن زيها زي الكلمة الوحشة خليكم انتو الحلو في حياة اللي حواليكم خلوا قلوبكم مليانة خير وحنية وحب واقعد تستنوا اي مقابل لان المقابل هتلاقوه عند الاحسن والاكرم من الكل عند رب العباد سبحانه وتعالى واشوفكم على خير وصحة وساتر وامان تصبح الاحلوة واشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر